ينضم إلينا عبر خدمة سكاب منشكاغو نادر ألغول الكاتب الصحفي سيد نادر رغم الإجراءات العديدة التي اتخذت في الولايات المتحدة إلا أن جميع الأرقام إن كان في الإصابات أو في الوفايات في زيادة ما التفسير؟ التفسير أن هناك يعني في خلال حقيقي وواقعي في آليات تعاطئة لدارة الفيدرالية والإدارات المحلية مع موضوع كورونا وبالتالي أيضا إلى جارب التقصير هناك أيضا نقص في المواد الأساسية التي ممكن أن تساهم في عمليات اكتشاف الحالات الأكثر يعني أجهزة البحث الموجودة ليست بالعدد الكافي فهناك نقص في الأقنعة هناك نقص في الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المحلية في اتجاه مكافحة هذا الوباء وبالتالي يزيد هذا الذي يجعل الأرقام تزيد بالشكل يعني تصاعدي كل يوم ولكن هذا إلى حد ما لمن يتابع تصرحات الصحفية للرئيس الأمريكي اليومية دونالد ترامب فهو يؤكد أن كل شيء متوفر وأن الإمكانيات تنقل إلى الولايات ولا توجد أي مشاكل فكيف نفهم ذلك؟ يا سيدي يعني هناك احتياطي فدرالي دائما لفترة الأوباء والأزمات الاحتياطي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية هو يغطي فقط تقريبا 10% خاصة في موضوع اللي نقول الأقنعة الطبية أو أجهزة التنفس المطلوبة لما عالجت الوباء وبالتالي هناك نقص حقيقي في المخزون الاستراتيجي لولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أن الصين تسيطر على 95% من مجمل إنتاج المضادات الحيوية اللازمة أيضا لمكافحة هذا الوباء وبالتالي الصين هي التي تورد هذه للولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد للولايات المتحدة الأمريكية القدرة على إنتاج هذه المواد في الولايات المتحدة ولكن كيف تكون الدول الغنية والدول الفقيرة سواء في هذه المشكلات؟ سواء لأنه هناك سوء تخطيط بصراحة أنا أفترض منذ بداية الأزمة الصين تتحمل جزء من المسؤولية بعدم تبليغها عن وجود الفيروس من الأساس حسب البيانات كان هناك فترة خمسة أسابيع ما بين إعلان عن وجود الفيروس وتصريح الصين بوجود الفيروس وبالتالي هذه الخمسة أسابيع كانت بممكن من خلال لو بلغت الصين لدول العالم الأخرى بضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة منها منع السفر والتحديد السفر إلى آخره كانوا بالإمكان أن يكون هناك محاولة لاحتواء المرض نعم تتساوى الدول الغنية والفقيرة لأن الدول الغنية تعاملت مع الموضوع وبنوع أن هذا نوع من الانفلوانزة العادية وبالتالي لم تعطي الانتباع للمواطن الموجود في تلك البلدان أن هذا خطر حقيقي على صحة المواطن سيد داندر الغول الكاتب الصحفي كنت معنا من شيكاغو شكرا لك ترجمة نانسي قنقر